السلام عليكم معكم دكتورة سارة اليوم جاية أتكلم معكم في موضوع أتكلم أنه مهم جدا هي قضية مجتمعية وشعار رفع باسم الثورة السودانية وهو شعار يجب أن يحترم ويقدر ونزع لتحقيقه شعارات الثورة كانت حرية سلام وعدالة و ده اللي مفروض نحن ننظر لأنه نحققه في مجتمعنا يعني أو مجتمعاتنا طيب أنا اليوم هتكلم عن شانو هتكلم عن الحرية نحاول شوية نفكك هذا الأمر وأنا لو لاحظت ريفك نعم كله بحاول أخلي المصطلحات اللي هي دي الوقت يعني فقط يعني تستخدم عن طريق الساسة والمثقفاتية وكذا ومعناها الحقيقي ليست متاح ليس متاح للإنسان العادي مواطن السودان العادي فنحن نبتدي نستخدم هذه المعاني على المعرفة ما يكون كلام شعار ساكت مرفوع والناس ما فهم يعني شنو حرية يعني اللغوية نهت اللغة هي أنه أنا عندي المقدرة أني أختار من عدد من الخيارات المتاح من غير ما شخص يمنعني أو يحدد لي أنا أعمل شنو أو أختار شنو مثلاً دعني أشتري قميص عندي أربع ألوان أسود وأبيض وأحمر وأزرق أنا كشخص حر وعندي حرية الاختيار ممكن أختار أي واحد من الألوان لكن إذا جاء حد أفرض علي أختاري أتلون ده هنا كده حدد من حريتي ما عندي حرية كاملة في الاختيار ده ببساطة ما نعني بكلمة حرية إنه يكون عند القدرة على الاختيار من عدد من الخيارات المتاحة طيب أنا بغرض تبسيط هذا النغاش وجعلوا حاجة يعني ممكن الناس يتفاعلوا معها قسمت الحرية لنوعين حرية خارجية مجتمعية بمعنى شنو إن إحنا كأفراد موجودين في مجتمع ماذا تعني الحرية بالنسبة لنا وحرية داخلية كفرد أنا مفروض حقيقة أقول هنا حرية هنا فخلينا بيعني بس for the sake of this discussion اللي بغرض يعني عشان نتكلم ونتفاهم مع بعض في النغاش ده نقسم لنوعين دي حرية مجتمعية خارجية وحرية داخلية فردية طيب شنو يعني حرية مجتمعية الحرية المجتمعية دي هي ما يسمح المجتمع بحدوثه من غير تحديد ولكن احنا كلنا عارفين انه المجتمعات تتفاوت بنحيي حكاية انت كفرد في مجتمع وعاوز لسه تستمر تريش في هذا المجتمع عندك حاجات معينة بتحدد من حرياتك بالاختيار يعني مثلا ممكن تدق حرية الفكر وحرية الحديث ومبعلي شنو طالما انت ما بتتعدى على حدود شخص آخر اول ما تبتدي تدخل تتعدى على حدود شخص آخر كما حداها المجتمع يعني انت هنا تعديت على حرية شخص آخر وحريةك بتجيب هنا مش مش مطلقة والتعدي على حدود الآخرين طبعا درجات ممكن يكون تعدي بس والله يا اخي ما تعمل كده تاني وممكن يكون تعدي بانه تضر ضرر بليغ وتكتل ولا تعمل له بحاجة جسمانية أو تدنه برضو نوع من التعدي وده عنده كل واحد من ديل عنده درجات من الفعل المجتمعي اللي بيخليك تقومت في حكتك يا اما مثلا تكون شخص صريح أكثر من اللازم والناس يعتبروك شخص رود شخص جلي ويزعلوا منك مثلا في حتة دي ده نوع من التحديد لدرجة الجلافة ولكن إذا مشيت ضربت زول كف مثلا هنا بقى يدخل الغانون وده برضو درجة من درجات الفعل المجتمعي اللي بيخليك تقعد في حتتك أو يعاقبك على أفعال زي دي فيبقى على حسب درجة التعدي والخروج عن الحدود أو تعدي عن الحدود الآخرين أنت المجتمع دي عنده طريقة للتعامل معك فإبدا الحريات طالما أنت عايش في مجتمع حريات المجتمعية فيها تحديد شوي لحريات الخارجية دي والمجتمع حتى ولو ما بالطرق بتاعة القوانين والأعراف في يعني تقاليد معينة وثقافات معينة الناس بيقوموا عليها أو هي دي بتحدي طريقة تفكير يعني مثلا لو في تقليد معين أنت معطرد عليه وحاول تزمرك من هذا التقليد الناس بيقول لك لا والله نحن قمنا لقون لقينا أهلنا كده لقينا مدادنا كده تقوم تسكت تعمل شنو حتى لو يعني لو حاولت تمارس حريتك الداخلية المستميرة في إنه يا أخي مع الكلام ده ما صح المجتمع كله بيجي ضدك أخي نحن قمنا لقينا أهلنا كده مع دائرين ما بعرف شنو بتاع بيقعدك في حيث تتك فإبقى الحريات الخارجية دي دي يحديد المجتمع وهي غير مطلقة ما فيها يعني تعمل الدائرة طيب تعريف شنو أنا للحرية الداخلية الحرية العقلية الحرية العقلية هنا هي أنت عمق نظرتك للعالم وفهمك للدنيا وفهمك للآخرين ضدر شنو كل ما كانت عميقة وواسعة وأكبر ومتفهمة ومتعاونة وكذا كل ما كنت أنت إنسان حر أكتر لأنه كل ما فهمت الدنيا أكتر كل ما تتساقط كثير من القيود اللي بتكبلك وتكبل فكرك وتكبل حياتك فإبقى الحرية الداخلية هي اتساع الأفق وزيادة المعرفة وزيادة التجارب الحياتية التي تخليك تفهم الآخر أكتر وتتعاطف معه وتتعاون معه وتتكلم معه وتتحاور معه وكل هذه الانتراكشنز مع الآخر تزيد وتزيد من حجم تفكيرك وحجم كده ومن حريتك في إنك الحرية في شنو في الاختيار بردو اختيار الأفكار اختيار المعتقدات اختيار طريقة أسلوب حياتك الاختيارات الاختيارات تزيد كل ما زادت معرفتك وكل ما زاد أفقك وإتساع دي الحرية الداخلية طيب ما هو عكس الحرية إيه عكس الحرية عكس الحرية هو الاستعباد أو العبودية والعبودية بما أن نحن بنعرفه إنه يجي شخص أو أشخاص أو جهة معينة تمنعك من الحريات المتاحة للآخرين يعني جزر اللي بيسمح به والمجتمع ده يشيله منك مثلا المجتمع بيسمح ليك إنك تطلع تمشي تحلوم بر زي ما أنت دائر تجي داخل بالليل تجي داخل بالصباح بدري تجي تعمل لما يجي دعامي بيبندقية أو جنجويد بيبندقية ويقول لك ما تطلع من البيت ده وإلا حقتلك مثلا ده استعباد له منع الحرية لما يجي الدعامي يحدد لك حاجة وحدة ويقول لك أعمل كده وإلا حقتلك ده استعباد نحن ممكن نسميه أسماء مختلفة ولكن هو العكس بتاع الحرية يعني الدعامي ده ما يياب لي قال لي أخي اختار وانت درت عمل شنو أنا بخد بندقية كده هنا وانت يختار أعمل كده وانشار بندقية خدتالك هنا وقال لك أعمل كده وإلا حقتلك ما أداك فرصة للاختيار ده هو الاستعباد أو العبودية أو العكس بتاع الحرية ابقى قوة السلاح أو قوة أي مؤسرات أخرى ممكن تشيل منك حرية الخارجية دي ممكن شخص يشيل منك زي ما سيقول الدعامة دي عملوا لينا الحاجات دي وكلها أنواع من الانتهاك لحريتنا والانتهاك لحقنا وحقوقنا وكده واللي هي نوع من الاستعباد ونوع من الانتهاك يعني ولكن الشخص اللي عنده حرية داخلية وشخص متسع الأفق ومفكر ومدبر وشخص عنده قابلية أنه يستمع للآخر وأنه يكتسب معرفة ده صورة مستمرة وعنده هذا الشغف وهذا التقبل وهذه الطريقة في الحياة ده لو شلت خطيته فيه سجن سجن مظلم في قبو أه ما حتشيل منه حرية داخلية دي لا يستطيع أحد أن يشيل منك هذه الحرية الداخلية اللي هي انت بس اللي بتستمتع بيها دي حقتك دي انت صمعتها ها انت بيجيت كده ما في زل بيقدر يشيل منك دي حاجة بتاعت الزبع طول عمرك وتنور عليك حياتك حاجة مهما كان اللي حولك ده مهما كان العالم الخارج اللي حولك ده أسود وضيق وفيه كل أنواع الظلم والهناية تطالما من جوة عندك النور ده انت حياتك منورة بتقدر تتغلب على الصعاب الخارجية دي في مفكر وفيلسوف وعالم نفسي بالحقيقة في ال في الاربعينات اسمه فيكتور فرانكل هو يهودي يعني وهذا الشخص تعرض تعرض لأنه يكون في المعسكرات بتاعت التعذيب العملوها النازيين اللي هي يعني مارسوا فيها أنواع كثيرة جدا 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 من الانتهاك للإنسان يهودي الروس البولنديين المابعرف ايش الكنسة ناس كثيرة جدا يتعرضوا للانتهاك ده يعني ولكن هو يهودي يهودي ممكن أكتر ناس تعرضوا لقصة ده هذا الشخص يعني جاه بعد ما طلع من الناس اللي غزون طبعا بعد ما طلع للعالم الخارج وبدأ يعيش حياته تاني كتب قصته دي في كتاب اسمه When the man thinketh اللي هي بمعنى عندما يفكر الإنسان أو تفكير الإنسان أو حيب شكرا في الكتاب ده هو حكى قصص بتاعتنا سكتار استسلموا لواقعهم المريعدة وماتوا لنهاية نتيجة هذا الاستسلام فقدوا الرغبة في إنه يقاتلوا عشان يبقوا عشان تسيرباير فقدوا القدرة دي وديل وصفهم عندهم بقى أوصاف معينة كده يقول لأني أنا بعرف الشخص لما يكون خلاص استسلم بيعمل بعض التصرفات السلوكيات كده وفعلا بنلقوا مات أو قتل أو كتل نفسه أو حاجة زيدي عن تجربته هو قال أنا في حاجات داخلي جواي خلتني أقدر أستحمل ما حدث لي من فظائع وهي كانت حاجة لا تطاق حاجة يعني بيوند التحمل الإنسان من ضمن الحاجات اللي هنا هو الأمل اللي كان جواه بأن أسرة موجودة ومتكدة وبعدين طريقة نظرته لهذه الأمور كانت نظرة فيها يعني تفهم لأنه هو طبيب نفسي طبعا ففاهم طبيعة النفسة البشرية كويس جدا عارف يعني شنو محفز يعارف يعني شنو إحتياج يعارف يعني شنو نجاح يعارف يعني شنو فشل ويأس الحاجات فاهمة كويس جدا فاستخدم لمصلحته شفتوا استخدم ما داخل عقله عشان تسيرفايف عقله ده اللي هو كبير ومتفتح ومليء بالمعرفة وبفهم النفسة البشرية قدر يستفيد من هذا النور الداخله عشان يقاتل ما يحدث له في الخارج في كثيرين جدا لأنهم يفتقدوا إلى هذه القدرة وإلى هذه المعرفة وهذه السعة في الأفق استسلموا وماتوا قتلوا أو ماتوا الحاجة المعروفة عن الإنسان وعن العقل الإنساني إنه هو ده مدى سعة هذا العقل أو هذا الأفق هي بتحدد سعة العالم بتاعك أنت الدنيا تجد ضدر ما مخك بيستوعب نشوف الكلام ده تاني نقوله بطريق أخر الإنسان الإنسان زن أفق الضيق واللي ما عنده تجارب حياتية كثيرة وما تعلم ولا يفكر إلا فيها شيئا محدودة جدا جدا عالم محدود بالحاجات دي بالتجارب دي كل ما وسعت أفقك بالتعلم والقراءة والتحاور مع الآخرين وتجارب مختلفة في ثقافات مختلفة وحوارات مختلفة وكنت يعني عندك تقبل لأن الآخر يتكلم معك وإنت تتحاور معه يديك تجربته تديه تجربتك وتصر لي حتى ممكن تغير من طريقة تفكيرك لأن الشخص المتفتح العقل هو شخص ممكن يتقبل رأي الآخر وفي احتمال إنه رأي الآخر ده يغير رأيه ده شخص منفتح العقل أنت كل ما كنت كده كل ما وسعت العالم اللي أنت عايش فيه خلينا أديكم مثال الشخص اللي أنا ما بقصد طبعا يعني أقلل من أي جهة ولا أي شخص ولا أي تجربة ولا أي ثقافة ولكن أنا بقول نحن عندنا مشكلة وهذه المشكلة تكون ناتجة من محدودية التواصل بيننا والترابط مثلا شخص تربى في بيئة رعوية وكل اللي بيعرفه مما هو طفل أهل غريته اللي ممكن تكون صغيرة جدا واللي هما كل أهل الغري ده حياتهم تعتمد على الحيوانات بتاعتهم بربه في هذه الرعيدة أي شي بيعملوه مرتبط بهذه الحيوانات ده قام وترعرع في هذا الجو لا طلع من الغري لا سافر لا جه ما في حصل لأي حاجة كل اللي بيعرفه إنه كيف يتعامل مع هذه حيوانات ممكن يكون زول رائع جدا وفنان في التعامل مع الجمال ومع الغنم ومع الحمير ومع غيره لكن ما بيعرف حياته يبقى معرفته محدودة لأهله وللسعية بتحته وللحاجات الموجودة في طبيعة اللي حوله ده قارن ده شخص عايش في مدينة ويمر بتجارب مختلفة كل يوم وتعلم تعليم يعني زيادة عن الشخص ذاك وسافر وجاء وبيحضر في تلفزيون وعنده أكسس للسوشيال ميديا وبيقدر يشوف الدنيا التانية الدنيا دي كيف والبتاع والهناي ده عالمه أوسع ما معناها أحسن ولا هو فعلا طلع شخص أفضل لا بس العالم بداره أوسع لأنه تعرض لتجارب مختلفة وبالمناسبة نحن مخندة بخزن المعلومات والذكريات والتجارب الجديدة في الشكل وصلات بين الأحصاب في المخ المخدم عام أحصاب قاعدة مع بعض كده وعندها اتصالات مع بعض كل ما تجيك معلومة جديدة في الحياة أو تجربة جديدة حتى لو كانت حاجة تافها يعني أنت بتحتبر هذا الشيء أو هذه الحياة الجديدة بتصنع وصلة بين عصبين الوصلة دي بتكون في الأول ضعيفة ولكن تقوى بتكرار التجربة ودعشا كده المزاكرة والمراجعة بتفيد في التعلم الجديد يعني تقدر معلومة ترسخ ليك كرره عشان شنو عشان تقوي العلاقة اللي تكونت بين الأحصاب دي وقد هذه التجارب تؤدي إلى تكوين أحصاب جديدة ووصلات جديدة وهكذا لأنه المخدة عنده هذه المقدرة وده بنسميها المرونة المخ أو بلاستيسيتي نوع من المرونة إنه المخدب يكبر ويوسع ويعمل جديدة ومشربك كده للتجار والمعرفة ولكده ولكده وكل ما كان إنت عندك مخزون كبير من هذه التجارب ومن هذه المعلومات كل ما كان عندك قدرة إنك تبدع بتفكير جديد وتجيب مفاهيم جديدة وإنه يكون عندك القدرة والمرونة على تقبل الجديد ولما تصل لهذا المستوى من الاستنارة يعني أنت شخص بتوسع في الدنيا بتحتك بتزيد في حريتك الفكرية بتزيد في قدرتك على الاختيار بتزيد بتوسع في عالمك أما الشخص الآخر اللي عنده تجارب محدودة جدا فده ما أخذ نفس الفرصة دي حرم من هذه الفرصة طيب لنقول إنه في شخص جاء قال والله أنا فعلا حاسي إنه أنا في مشكلة ودائر وسع عالم ده أعمل شنو أول حاجة من الأدوات المهمة جدا لتوسيع الأفق هي القدرة على الاستماع للآخر لازم لازم تسمع التاني ده بيقول في شنو لأنه مهما أنت يعني شايف إنه أقل علما منك ولا أقل كده في حاجة جديدة ممكن يديك لها يعني مثلا راعي الإبل من المعلومات اللي ممكن يديك لها هي كيف يعتنب الإبل إنت ما تعرف الكلام ده يتعلم أسمع الاستماع القدرة على الاستماع هي من أعظم الأدوات وأعظم المهارات اللي ممكن إنسان يتعلم أسمع الزول الثاني ده بيقول في شنو والاستماع هو مش سمع بس وتنتظر عشان يكمل عشان تقوم تهاجم لا تسمع بفهم أسمع بفهم شوفوا الله يمكن يكون في حاجة يعني في حاجة بسطر الكلام ده يعني ما تشير الكلام كله كده على بعض وتقول لأ بتتنتظر تدي فرصة وواقف لكده عشان هو لما ينخلص أنت طوال يكون رد الجاهس من أسوأ أساليب الحوار ابقى الاستماع هو مهارة مهمة عشان توسع أفوقك وعشان تتعلم الصبر وتتعلم احترام الآخرين وتتعلم احترام الرأي الآخر ده كله بيجي مع الاستماع بفهم حاجة مهمة تانية أنك لازم تتقبل الآخر تتعلم أنك تتقبل الآخر المختلف شوفوا نحن كبشر في طبيعتنا نتخوف من المختلف عننا الجاي من بره ده عندنا نتوجس كده من الغريب دي حاجة في طبيعتنا وفي ماضي زمان لما كان الغرباء ده الممكن يجيبوا لك مشاكل يجي يكتلوك ولا يجي يسرقوك ولا يجي ويسولك حاجة الغريب اللي بيجي على الغريب ممكن يكون مضر لذلك التوجس ده كان مهم أنك تكون متحفز كده وتشوف قصته شنو بعدين تتعامل معه يبقى يبقى أنت عشان تتقبل الآخر بتمشي عكس طبيعتك تمشي عكس طبيعتك عكس الطبيعة اللي أنت مفطور عليها بتحاول تمجس حكاية التوجس للآخر ده وتحاول تتقبل بصدر رحب تفهم منه حاصل شنو زمان كانت القصة منطقية كان الناس كله زول قبيلة براه وكله زول غرية براه وكده لكن هل كلام نحن دارين تتشارك دارين تعاون دارين يعني نعمل مع بعض يعني نعمل بتجانس مع بعض وليس العكس المجتمعات الحالية بتستدعي ذلك العيش في المدن وفي كده كله زول جاي من حتى براه الدهيرة كده مهارة تانية مهمة جدا وعادة ما في يعني شفت بعد الحصد كله من الانفجار التكنولوجي والتلفونات والانترنت والبتاع لكن دي عادة لا يعلى عليها هي عادة القراءة يا جماعة أقرو أقرو أعلم أبنائكم وبناتكم القراءة أنا ما أقصد قراءة ألف بارب 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 جرائد مجلات أقرأ أي شيء أقرأ من الانترنت دي مليان جرائد الثقافة تأتي بهذه الطريقة الثقافة ما بتجيب الشهادات جامعية الثقافة تجيب إنك تقرأ يكون عندك الرقبة في إنك تتعلم جديد معلومات جديدة معلومات جديدة تجي كيف بالقراءة أنا لسه بتكلم إنه كيف توسع أفغك الحاجة الثانية اللي أنت ممكن تعملها عشان توسع أفغك ده وتنور نفسك وتنور دواخلك اللي هي دي قلت لك ما الحاجة المهفز يقدر يشيل منكم تعاني خطوكم في سجن في يعني حفرة مهفز يقدر يشيل هذه الحرية منك حرية المخ المستنير والعقل المتفتح طيب في حاجة اسمها العقلية المنفتحة open mindedness دي شنو دي إنه أنا أنا زول أول حال ما أفترض أنه أنا عارف أي حاجة ما في زول عارف كل حاجة ما في زول عارف كل حاجة دا شفت التواضع دا الدرجة دي من التواضع مهمة جدا عشان تعمل عقلية منفتحة وطالما أنت باني أساس تعاملت مع الحياة على أساس أنه أنا ما عارف كل حاجة وأنا في حالة تعلم دائم معناها أنت تتقبل أنك تسمع الآخرين وتقرأ الآراء المختلفة عنك والمنتقدات المختلفة عنك وتفهم طوال درجة فهمك تزيد لما تكون أنت منفتح لهذه الطريقة من التفكير وزي ما قلت لكم أي من هذه التجارب بتزيد من الارتباطات بين الأحصاب المخية وبين المناطق المختلفة في المخ وكل ما أنت كنت بتعمل حكاية بتكرار وبزيادة كل ما زادت هذه العلاقات كل ما توسع مخك كل ما كبر مخك كل ما تصبحت أكثر استنارة وأكثر حبا بالمناسبة أنت لما تعمل حكاية بتكرار بتلقي إنها جميلة جدا فإبقى دي كيف تصنع حريتك الداخلية كيف توسع حياتك توسع عالمك توسع مخك فإبقى أنت عشان تصنع من نفسك إنسان حطر أول حاجة تبتدي بين نفسك خلي العوامر الخارجية دي حكومة جنسة عسكرية ودخلتنا السجن وعملت لينا ما بعرف شنو وجه الجنجوي تسولينا شنو دي كل حاجات خارجية يمكن أن تأثيرك يمكن أن تأثيرك عليها يكون يعني في تأثير ولكن هو موجود يكون تأثير جماعي أنت كفرد أكثر قدرة أنك تأثير في مصيرك الشخصي الداخلي وما يحدث داخلك دي أنت أكثر قدرة على تغييره فإنت صناعة الإنسان الحر داخلك حر من الأفكار البالية حر من العواطف المتعصبة والتي لا تسمح بإنك تسمع للآخر ولا تسمع ولا تشوف تشوف حتى تقبل الآخر دي حريات دي كل حرية أصنعوها في أنفسكم نمشي لقدام في نفس النسق ده أنا عاوز أشرح لكم نحن بنشوف العالم كيف العالم بالنسبة لنا هو عبارة عن منظور منظور والمنظور ده هنا في المخ العالم مش الشوارع والشجر والحياة نحن بنعين في هذه لا العالم هو كيف ننظر له منظورنا لنا ده العالم بالنسبة لكل فرد وكل فرد عنده نظرة أو منظور الفريد لهذا العالم وقلنا دي اعتمد على تجاربك على سعة مخك على طريقة تفكيرك وعلى حاجات كثيرة مع بعض يعني تكوينك النفسي والعقلي ببساطة يعني أديكم مثال ممكن أجيب ثلاثة أشخاص وقل لهم أو أوريهم شجرة مثلا شجرة بعدك كل واحد من الثلاثة أشخاص دي نظرت لهذه الشجرة أو منظور للشجرة دي بيختلف واحد يقول ليك والله الشجرة دي مهمة للمحافظ على صحة البيئة وتنظيم نسبة الأكسجين ونحن يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نزرع الشجر زيادة جنبها عشان نزيد من هذه المقدرة على المحافظ على البيئة يبقى الزور دي عاوز الشجر يجيب عليها زيادة وكده في واحد تاني بيعتقد أنه الشجرة دي مضيق الشارع هو عاوز الشارع يكون أوسع من كده وفي براح أكتر والشجرة دي مفروض تتقطع في ثالث ثالث نمرة ثلاثة دا بيعتقد أنه الشجرة دي مفيدة جدا كخشب أنا عاوز خشب أصنع منه أساس منه بيت نسوي حاجة فالشجرة دي مفيدة جدا كمصدر لهذا الخشب ما عنده معنى أنها تتقطع وتبقى خشب نفس الشجرة ثلاثة أنفار كل واحد نظر لها بيستغريق مختلف أي حاجة في الدنيا يا جماعة أي حاجة في الدنيا بنفس الطريقة دي حدث واحد كل زول بينظر له بمنظور مختلف وهذا المنظور فريد لكل شخص أي نعم في بعض الناس يمل عليهم المنظور يعني أنت طالما مسلم ما مفروض ترضى بكذا كذا يبقى كلهم خلاص أنت فرضت عليهم هذا المنظور وهما ماشين ورا في ناس كده عندهم قدر على أنهم يؤثر في منظور الآخرين ويخلهم يقلوم يعني دي الناس عندهم قيادية قدرات قيادية طيب فإبقى منظورنا هذا أو نظرتنا للعالم تعتمد على تجاربنا على معرفتنا على على تفكيرنا على معتقداتنا على أحاسيسنا على كده طيب وزي ما قلت لكم مفروض نحن نوسع هذا المنظور وهذا الأفق عشان نقدر نعيش أحرار في الدنيا دي ما تكون مقيد لمخك الضيق ده أو لأفقك الضيق ده طيب والواقع ده عنده بالنسبة لينا نحن من ناحية التفكير فيه واقعنا يعني عنده زي قسمين كبار كده أحد هذه الأقسام هو بيسموه بالانجليزي Objective بمعنى شنو بمعنى إنه في حاجات في الواقع بيتفقوا عليها جميع الناس وتعتبر حقائق حقائق مثبتة يعني كل الحقائق العلمية اللي عملوا على تجارب وأثبتوها مرارا وتكرارا دي تعتبر حاجات ملموسة متفق عليها الناس ما بيقدر يتغلطوا فيها طيب الجزء الآخر من الواقع هو شنو بنسميه Subjective Subjective ده معناه شنو ده نابع واقع نابع من أفكارك معتقداتك أحاسيسك آراءك لأنه بيعتمد على الآراء وليس على الحقائق إحساسك شنو تجاه الأمر برضو ده بيؤثر في Subjective Feeling دعاك إحساسك الشخصي تجاه الأمر فإبقى لما الناس تدخل في نغاشات عادة عادة هما ما بيناقشوا الحقائق المثبتة يعني ما ممكن يجو يتنين دلوقت في زمننا ده يعني يتناقشوا إنه هل في جاذبية ولا ما في جاذبية ده ما بيكون وضعنا عادة الحوارات والحاجات اللي بتدعو للاختلاف بين الناس وكده هي عادة الحاجات Subjective اللي هي الآراء والأحاسيس والمشائر وكده عشان كده الحوارات دايما بتكون مليانة بالتعصب وبالتعنت وبي أنا رأي صح وإنت رايك غلط والكلامات ابقى غالبية الاختلافات وغالبية التشقوقات والانقسامات بين البشر في الحتات اللي هي تعتمد على الرأي رأي الشخص وإحساسه تجاهه واعتقاداته وتجارب اللي مر بيها وكده كل ما كان أفقك واسق كل ما كان عندك قدرة إنك تمتص وتتعامل مع الرأي المختلف وتحترم الرأي المختلف ممكن يكون مختلف منك تماما لكن تحترم فإبقى إنت لما نتوسر أفقك إنت بتعلي قيم مهمة جدا في المجتمع أنا أرجح تاني ليه حرية شخصية حرية مجتمعية لكن إنت حرية شخصية إذا كانت موجودة فيك بدرجة كبيرة عندك درجة كبيرة من حرية شخصية نتيجة توسر أفقك ومخك إنت بتعلي قيم مهمة للمجتمع أيها القيمة المهمة قيمة التعاطف أمباثي أنت ما طالما حاسي بالآخر وبتسمع وبتحترم رأيه وبتتناقش معاه بنفس درجة الاحترام مش إنت أصلا حمار ولا إنت أصلا أبكارك دي بليد ما بعرف شنو دبعدوا الكلام دا احترموا آراء الآخرين استمعوا ليهم غد تتعلموا حاجة وغد تعلموهم حاجة ما هو شوار حاجة متبادلة يعني فإبقى أنت كده كده بتعلي قيمة التعاطف بين الناس ثاني شنو ممكن يكون مفيد للمجتمع دا communication تواصل ما إذا ناس رفضت إنها تتحاور مع بعض لأنه آراء مختلفة وأحاسيس مختلفة لو رفضوا تماما ما إذا ما في تواصل ما في تبادل لرسائل ما فيش رأي شنو رأيك شنو لين دا صح لين دا غلط وكده نحاول ما بعرف إيش دا communication دا برضو يقوي من أو يقرب بين الناس دائما إذا في فئات متحاربة ولا كده ولا في بينهم اختلاف كبير في الآراء إنت لو عاوز النفوس تبدأ تهدأ شوية تقعدهم مع بعض في التربيز أو حد قلهم اتكلم الحاجة القيمة التالتة ودي برضو مهمة لتنمية المجتمعات ولي يعني استمرار المجتمعات لكي تكون صحية وموجودة ومفيدة وكده هي قيمة التعاون والتشارك ودي اجين تعاون شنو تعاون ناس مع بعض بعملوا في حاجة معينة أو دار انتج منتج معينة أو دار يعلو قيمة معينة أو كده ده تعاون فيبقى تعاطف تواصل تعاون تشارك دي كلها حاجات بتحصل إذا انت بقيت إنسان متسع الأفق ومتقبل للآخر ومستعد تسمعه وعندك قدرة الإنصاط والاستماع وقدرة الحوار وقدرة الاستنارة وتقبل إنه قد تكون خطأ تواضع ده كله لو حاصل فيك إيبقى نحن نحصل على المجتمع أفضل شفت اللف حريتك الشخصية وفقك الداخلي التوسيع وتحسين يؤثر في كل المجتمع طيب نحن دلوقتي حاصل علينا شيء الأمراض اللي ممكن تنتج من أمراض المجتمعية اللي ممكن تنتج من ضيق الأفق الأفق الضيق ده أنا حأمسك الفكرة دي وحاعش أمري في هذه الفكرة ما حأزح منها صمت وإنت كان راجل تعال حاول ده التفكير ده طريقة دي بتعمل شنو بتعمل أن نحن شايفين حاصل علينا ده تعمل القبلية تعمل العنصرية تعمل الجهوية تعمل الانفصال بين أفراد المجتمع وكل يحتقر الآخر وكل يضطهد الآخر تل حاصل علينا ليه لأنه نحن ما بنعلم أبنائنا إنهم يتقبلوا الآخر ولا إنهم حتى يعرفوا يتكلموا مع بعض وننزل قلت لكم قبل كده في حلقة التربية إنه المهارات دي مهارات المجتمعية دي دي حاجات نحن بنمارسة مع أولاد أو مع البنات أولادنا وبناتنا كآباء ومربيين يعني ما بيجي بعد ما الواحد يبقى عمره 18 سنة ونقول له آه خلاص والله يتشارك زمن ده كله نحن حاملنه الكلمة وحاملنه النفس ما بنرد على سؤال ما بنتكلم معاهم ما بنتحاور معاهم ما بنعمل أي حاجة من الحاجات دي بس فجأة لما بيجي زول صبي كبير طويل عريض دير إنه يكون يعمل كده ما ممكن ما ممكن بالمطق كده ما ممكن أنا أم لثلاثة ثلاثة شباب دي الوقت هم ولكن أنا لأنه عندي القابلية دي يعني أنا أفتخر تماما إنه أنا عندي القابلية بتاعت إنه أستمع لأي زول أي زول أفتكر إنه عنده حاجة ممكن يزيد لأيان اتعلمت كثير جدا من أولادي أيوة أنا جيل مختلف عنهم أنا عشت في زم مختلف وهم دلوقت جيل جديد وظروف مختلفة العلم المتاح لهم مختلف طريقة التفكير مختلفة استمع لأبنائك وبناتك بيعلموك حاجة والله والله في حاجات كثيرة جدا اتعلمت عن النوم وأنا أشكرهم عليها جدا أنا برضو علمتهم حاجات طبعا كأمهم يعني ولكن علم مع ودي الطريقة اللي بيعلمو بيها دي الطريقة اللي بيعرفو بيها إنه يا أخي استمع للآخر زي ما نحن بنستمع ليك إنت برضو استمع للآخرين عشان نتبادل الأفكار ونتبادل المعرفة ونتبادل الدنيا دي تجاربة شنو كذا يعني نوسع نوسع أفوقنا شكرا جزيلا أرجو أنه يكون كلام بداية لنقاش مع نفسك هل أنت يعني حاسبوا نفسكم ابتدوا بيح محاسبة نفسكم شوفوا أنت كيف في موقعك شنو تقبلك شنو للآخر هل بتحاور بطريقة صحيحة هل حواراتك سليمة كلنا كلنا عندنا كتير مفروض يتعلمون عشان نصل للحالة المثالية ولكن الحالة المهمة أنه أنت يكون عندك قابلية أنك دائر تصل للحالة المثالية شكرا شكرا جزيلا